ترأس سعادة السيد سامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وفد مملكة البحرين المشارك في المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 الذي يقام برعاية فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وبهذه المناسبة أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية عقاد هذا المنتدى لموصلة تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول والوفود المشاركة في مجال دعم وتمكين ذوي الإعاقة ويهدف المنتدى إلى تعزيز أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقا لتكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لموصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع ونقش الوزراء العرب تبادل التجارب والخبرات العربية المعنية بتنفيذ 17 محورا منبثقا عن قرار القمة العربية الثانية والثلاثين والمتعلقة بالتشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية إضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية وعلى هامش أعمال المنتدى التقى وزير التنمية الاجتماعية بالسيدة أليساندرا لوكاتيلي وزيرة شؤون الإعاقة في جمهورية إيطاليا والسيد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين حيث استعرض معهم فرصة تعزيز التعاون في المواضيع ذات العلاقة بذوي الإعاقة